السلام عليكم اخوتي اخوتي العزاز اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابر كنت مني يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي صحة جيدة الأنباء اللي اكدت ان الرئيس الفرنسي عزور الجزائر برفقة الحاخام الاكبر حايم كورسية دارت ضجة كبيرة في الشارع الجزائري وفي مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري المهم تبارك الله على النظام الجزائري خدام تنسيبه صبع الزرق في المشكل او الكوارث للحرائق والمسؤول على هذا الكوارث هذا الخطة خدامه الدراجي يجبد المروق 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 هم يجبدون اسرائيل تطبيع زالمة او مظلومة المهم بلوفين قرمش في مواله وتبقى غير سرحينه هذا شيء كامل داخل في اطار زالمة او مظلومة ولكن مثلا منكي زورهم مسؤول روسي يده ملطخة بدماء ملايين السوريين كي استقبلوا الجزائريين بالعناق وفرشلور وكأن هذه السوريين هذو ماشي مسلمين او ماشي عرب والدم ديانه مرخيص ماشي بحل الفلسطيني المهمة هي داخل في السكيزوفرينية الهوكية العربية اللي اختارت القاضية الفلسطينية التي تدغضغ عقول البلوفينجر لدرجة انهم تنسى وقع الكوارث التي يعيشها في الجزائر وكي يبقى مركزين غير مع الزالمة او مظلومة والمروك وفي هذا الايطار خجرائز حركة حمس او حركة سلم عبدالرزاق مقري كينتاقد بشدة هذه الزيارة لدرجة الحاخام اليهودي الى الجزائر واللي هو اصوله جزائرية يعني الابوين دياله جزائري وقال مقري ان زيارة شخصية مشهورة يهودية بحجم كرسية الى الجزائر يعني ضغطا فرنسية لتطبيع الجزائر علاقتها مع اسرائيل وقال مقري ايضا بعد الفضيحة التي تورط فيها لاعبوا كرة القدم لزيارتهم اسرائيل مع فريقهم ها هي فرنسا الرسمية تدق المثمرة اكثر باحضار كبير اليهود في فرنسا المساند لاسرائيل والمنكر للحق الفلسطيني وبعد نار كبير ونام ضخم هذا من انشخص في الجزائر انتقذ اخيرا مشاركة السادي اللاعبين الجزائريين منهم لاعبين اللاعبين اللاعبين في المنتخب الجزائري شاركوا داخل تل ابيب في قلب اسرائيل وامام الجماهير الاسرائيلية حيث قد راجعوا الامتال له كل شيء ضرب النح وضرب طم وداروا وراسهم ثم شافوا وار لكي تعرفوا النفاق اذا كان بنادم يعني الناس يدعموا فلسطين من ان يكون تطبيع مغرب ولكن من ان يكون تطبيع جزائري بحالة الستلاعبين اللي مشاوا القلب تل ابيبوا لعبوا الكرة القدم وهو ما كي مثل الشعب الجزائري غياضيا لانه ممكن يلعبوا مع المنتخب الجزائري او الا مثلا تطبيع تركي كسر طلسانهم ولا حياته لمن تناد نرجعو دابل بالموضوع دي الحلقة اليوم مقر يدير فيها من اكبر المدافعين على زالمة او مزلومة وبغيبين على ان نوزع ما كينتقد النظام العسكري بانتقاده لزيارة هذا الحاخة مادم الرئيس ماكرون ولكن ايام مقر يدير ان الرئيس ديالكم عبد المجيد كذبوه اللي انت كتعرف بي وكتعطيه شرعية قال مؤخرا لانتوني بلينكو وزير خارجية امريكا ان الجزائر لا عنداش حس المشكل مع اسرائيل لا عنداش غرامة المشكل مع اسرائيل وان المشكل الواحدة اللي عند الجزائر هو المروك 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 يعني اللعاب يلعبوا في تل ابيبرا امر عادي والشي حاسبت صريح للرئيس ديالكم واحتبت فلقا كنت عنده علاقات مميزة مع الاسرائيليين واحتى زيارة الحاخة من اليهودي للجزائر امر عادي بالنسبة للنظام ديالكم الجزائري اللي ما عنده حتى مشكلة مع اسرائيل وما تنساشا مقرئ انك كتعطيه بشرعية عبد المجيد كذبوه وش حال من المرة استقبلك كرئيس ديالك فانا تنحضرك من هاته التطاول على رمز من رموز الجزائر العدماء اللي هو عبد المجيد كذبوه هذا المشكلة للأفلام الدحدوحي اللي كتديرها الجزائر مع فرنسا هي أفلام مفضوحة جدا دائما من نظام الجزائري يريد أن ينزعم على انه في صراع قوي مع المستعمر الفرنس وانه زيارة يقفلين ند بالند وفرنسا تلعب معه وكتخليهم مرة مرة ينوضوها ويهضروا عليها ومرة كتيرا تخليهم يتطاولوا على بشي يبينه زيارة فرنسا والعكس صحيح لا دعي لتذكير ان ماكرون وقال الحقيقة التاريخية الوحيدة اللي لا غبار عليها هو انه لم تكن هناك أمة جزائرية قبل مجيء فرنسا وان فرنسا هي من صنعت هذا الكيان الجزائري الجديد لا دعي لتذكير ان ماكرون مؤخرا سن قانون لتكريم الحركي لقاتلوا الشعب الجزائري مع صفوف الجيش الفرنسا رغم كل هذه الإيهانة هذه هي إيهانة بالجملة وإيهانة خطيرة جدا كتستقبلوا الجزائر كرئيس دولة بل انتم اللي كتعرضوا عليه يشرفكم كرئيس دولة لزيارة الجزائر فعلا بطاح وانحيطات لا متيلة لو شمال إفريقيا شوهتونا معكم فالشمال إفريقيا فما تدخونا شراء فرنسا والجزائر كتفاهموا على كل شيء لان الجزائر عند غير الحكم الدات متروزو الزماء النوكين زمنتي عاد جزائري من زيارة الحاقام اللي حد الآن ما زال متأكداتش رسميا الزيارة ربما يكون هذا غير فيلم إعلامي جديد وفي الأخر الحاقام ما غير يجيقى من الأصل باش البلو في نقر يخرج فرحان يروج الانتصار الجزائري على فرنسا وعلى اليهود وعلى إسرائيل وليدعم فلسطين زالمة أو مزلوم وهي من الأول غير قسم فبراكا يعني كتصنعوا المشكل بالاتفاق مع الفرنسيين وكتلقوا له الحل في إطار تعاون فرنسي مع الجزائر صاحبة الحكم الدات هذي الأفلام هذي شحال شفنا منها مع بوتفليقة وحتى مع كذبون كتديروا هذوك المناورات الإعلامية وحرب التصريحات باش تفرحوا الشعب ديالكم بأن الجزائر لها سيادة وفي حقيقة الأمر ما عندكم لا سيادة لا يحزانون كل كانت عندكم السيادة راماشي الحاقام اللي مخصوش يجي الجزائر راماكرون براسون بخصوش يجي الجزائر لأنه وآهانكم إهانة لا متيلة لا أنا بغيت غنف من عند المقرر كيف تدعو لعدم تطبيع مع إسرائيل نصرة لفلسطين إسرائيل واش قتلت من الفلسطينيين الملايين كيف مما قتلت فيكم فرنسا كما تدعوون انسوا شو يا إسرائيل هلاش أصلا الجزائر كتطبع مع فرنسا وهي قتلت لكم الملايين حسب الإدعاءات ديالكم وعندما لفوق الجماجين ديالكم في المتاحف وخاوكاك فرحان بها وكتطبعوا معها وكتتعاملوا معها بطريقة جدا عادية بل كتطبعوا مع فرنسا اللي قتلت فيكم الملايين وكتحتفظ لكم بالجماجين ديالكم وقاطع العلاقات مع المغرب لأنه مدر لكموا لحد الآن فرنسا رسميا لم تعتذر على الجرائم ديالها في الجزائر ولم تعتذر على التجارب النووية اللي جربت فيهم بل مشاتك تكرم الجزائريين اللي شاركوه في الجيوش دياله لقاتل الشعب الجزائر يعني رخص بحاله هذا مع مرشته هذا شيء كامل وفي الخرط بدوا تبوسوا يد الرؤساء الفرنسيين وطلبوا منه فيزا ماكرون جاي عندكم الجزائر وقبل الدعوة ديالكم لأن المغرب ساد عليه الطائق وشفتوه كيفاش صفقة القيطار السارية تعتقدت الصين ماشي الفرنسا كالمحتاج سمعتوه أيضا جلالة ملك نصرا والله وأيادة في الخيطاب الأخير كيفاش حط فرنسا في قلب الموضوع ومذكرهاش ديال من الدول اللي تدعم مغربية الصحراء يعني الأولى المعنية بأمر توضيح العلاقة دياله أكثر من أي دولة ثانية وتفكرون في السيناريو خرج المالك حالي عادي وتكلم على إسبانيا في الخيطاب دياله ومن بعد كانت الأزمة مع إسبانيا وفي الأخر خرجنا من تنصره وأصلا سبب كل هذه المصائب اللي عندنا في المنطقة ديال شمال إفريقية هي خلق فرنسا للكيان المشوى الجزائري على حساب الأراضي المسروقة من دول الجيواء وهد شرع سببه فرنسا للتذكير فرنسا معترفة بالحكم الداتي وكان تعاوننا في الفيتو في الأمم المتحدة ولكن دائما ما تحافظ على توازن بين المصالح دياله مع المغرب والمصالح دياله مع الجزائر يعني كتدعمنا واحد شوية ولكن ماشي بزال وقدر الخاطر لجزائر في نفس الميلاد وما تتعلنش الدعم دياله الكامل لمغربية الصحراء فرنسا كحليف للمغرب مطالبة اليوم أنها تحافظ على المصالح دياله مع المغرب وأنها تعلن دعمها الكامل لمغربية الصحراء والاعتراف الرسمي بها كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة أخرى لنسطر أمور من بعد ما هزمنا كل من منتخب ألمانيا ومنتخب إسبانيا اليوم تلعب النهائي مع المنتخب الفرنسي وبإذن الله سوف نفوزه في المباراة حتى هي أما الجزائر فكيف ما تقول فوزي القجاع هذك غير لونترينمو غير نترينيو معهم ما ندخلوش معه في مباراة لأنه فعقلو على هذا الكلام اللي غنقول لكم هذة الزيارة الفرنسية الجزائر ديال ماكرون غتوقع فيها مشاكل كثيرة وغلقا من بعد ماكرون في القصر الملكي كيشرب الحريرة والجزائر عوتاني اللي هي أكبر قاعة انتظار في إفريقيا غتولد قلينا ننتظر من ماكرون أن يتراجع عن موقفه وابقوا انتظروا ثم رأى كدبونك حل العفطة أي خطوة تديرها تخدم بها المصالح المغربية أولا أما انت يا مقري بارك عليك من المتجارة بالدين وبالقضية الفلسطينية رأى عاقوبي بلك غير الحاخام واللي يأتي الجزائر ما هو الموقف ديالك من آلاف الفرنسيين اللي يدخلوا للجزائر بجنسية فرنسية وهم في حقيقة الأمر يهود من أصول جزائرية ويزوروا بلادهم اللولة فينك من بيع الغاز الجزائري بنصف الثمن إلى إسرائيل عبر مصر فينك من اللقاءات النظام مع العسكريين الإسرائيليين خلينا دمام التطبيع مع إسرائيل أو حتى مع فرنسا انتك حزب بين قوسين إسلام علشك تطبع أصلا مع النظام عسكري جزائري قتلكم ربع مليون جزائر انتبرا اسكرك مطبع مع النظام المجرم الجزائري اللي الإجرام دياله فات إسرائيل وفات فرنسا ونزيدك بما أن الخلفية ديالك إخوانية توركية على الشيء المنافق مع مرشك بالجزائري سماكت نطاق التطبيع الكامل بين تركيا وإسرائيل اعترتي اليوم على زيارة الحاخام إلى الجزائر والبارح هاجمتي إرجاع العلاقات بين المغرب وإسرائيل ما محل تطبيع الكامل التركي من الإعراب لتوضيح أخوتي العزاز ربنيك نظر على تركيا رأني ما كان يهاجم للدولة التركية رأي ما نقوله حقيقي تركيا مطبعة مع إسرائيل ومعندش مشكلة في التطبيع وإياك تخدم المصالح ديالك وهذا بالنسبة لي نحنا أمر عادي جدا فبلا حساسيات لأننا نحنا كنظر على الأشخاص ما كنظرش للدولة التركية الدولة التركية بالكلام ديالي أو بغير كلام ديالي رأي مطبعة من شحارة مع إسرائيل المهم من سيس التطبيع نوعان عن المقري المهم ما تدخونا شهد الأفلام اللي كديروها مع فرنسا رعف علي الزمن قد يقول لك ماكرون ينحني أمام الجزائر العدمى ويردخ للجزائر ويمنع الحاخام من الزيارة وتسمع ذلك ساعة تطبيع والفرحة دي البلوفينجر بداش تولي لدرجة أنه غينسى الكوارث اللي وقعه والفشل الدارع دي النظام دياله في إطفاء الحرائق المهم أما كان غير استرح القاطية علشان انباق بالدع شكرا على المتابعة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم